السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نتكلم على مرحلة Death Race Scan هذه أول مرحلة في الصحراء انت تفتح الصحراء في المرحلة اللي قبلها اللي اسمها Dry Run Expedition وتكلمنا عنها لكن أول مرحلة هي هذه المرحلة اسمها Death Race Scan تقريبا المكافأة حقتها 150 طيب أول ما تنزل في المرحلة انت حتنزل في هنا في المخريطة شايفين هذا المكان أول ما تنزل عاد تقدر تستعد تسوي استعداد لازم تقعد ليلة تستعد فيها لأنها ترى مهم من الاستعداد ايش يسوي تقعد تجيب عصيان يجيب فايبر تقعد تبني السريرة خمشي وتقعد تجيب كمية كبيرة من الأسهم البون العظام الأسهم العظام لأن الحيوانات ترى كثيرة فما عندك مشاكل في العظام ولا في الجلد وسوي لك سرير وسوي لك البيت حقك تكون جاهز معاك في أك كهوف أنا حوريكم الكهوف لكن أهم شي يسوي بيت وشيله معاك كل ما تمشي يشيل البيت معاك يعني إذا كان معاك صاحبك خليه يشيل معاك ولازم تعتمد على البون الأسهم البون كثير الحيوانات المشكلة اللي حدثنا عنيها هنا إنه العصيان قليلة فلو عندك التالنت اللي تحول الخشب بالعصيان ما يسير عندك ولا مشكلة طيب هذا واضح فلما تغلق من هذا لما تقعد يسوي استعداد وانتهيت وتقدر تبات ليلة لما تبات ليلة في السرير وتقوم في الصباح أكل شارب حيجي عندك بف مرة قوي حيطلع الهيلس حقك زايد عشرة في المية غير الريجنريشن والاستامنة وغيره تيجي تنزل على طول زي ما تشيبين في الخريطة لهذا الصندوق ما أحد قابلك مصاحب بس حيوانات في أمين وشبا دائما دائما خليك ماشي عند الموية لو جت الحيوان واحد تقدر تقتله بس بعمرة تجيكوا اثنين ثلاثة يذبحوك فعشان كذا انت تنطع الموية ويصيروا بطيئين تقدر تقتلهم بالراحة فتروح تاخذ هذا الصندوق تاخذ منه الرادار هذه أول مهمة تمام؟ أخذت الرادار عندك ثلاثة أماكن في الخريطة في عندك اللي هنا على اليسار في اللي فوق وفي اللي فوق على اليسار هذه الثلاثة لازم تحط الرادار فيها تخلي الرادار يشتغل بعدين يهجم عليك وحش بعدين إذا قتلت الوحش الرادار يصار مية في المية انتهينا انتهت المرحلة طيب لا تسوي الغلطة حقتي أنا أخذت الرادار هذا وما طلعت قريبة جيت مشيت من هنا على خريطة مشيت 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 حصلت أنه هنا ماهو نهر هذا هاوية ما أقدر فروحت رجعت مشيت تحت 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 حتى قلت باجي من هنا مافي وشوف جيت مشيت مشيت جيت طلعت من هنا جيت أبغى مشي هنا حصلت هنا بقفل جيت مشيت يعني حسط حوسة فايش الطريقة انك انت تاخذ الرادار من هنا وتطلع أول شي فوق وتخلص منه وتحط الرادار وتستنى لما يهجم عليك الوحش تقتل لهذا بعدين تروح وتحط هنا تنزل المكان هذا الثاني وبعدين تنزل المكان الثالث المكان الثالث زي ما سوى رادارز زميلي أنا أقول لكم أخذوا أخشوا قناة حقته كنا نلعب مع بعض عشان الطريقة رجع مرة بعيد فخلانا ننزل بزي فورتنايت تنزل وتبني تنزل وتبني لما نزلنا تحت ورجعنا للمركبة إيش اللي بقول لما تبدأ هنا يعني دائما في كهوف أنا حوريكم الكهوف أبدأ أمشي مع الموية وقبل ما توصل هنا أبني بيت وأبني في السرير لأنه ممكن تموت هنا مع أنه الوحش اللي يجيك فوق عبارة عن ضباع ضبعين تقتلهم وانتهينا خاص جاء مية في المية تشيلوا تشيلوا تروح مع الموية شوف هذه المنطقة هنا تيجي ترى بعدين ما في موية فخذ منه موية قد ما تقدر أشرب وعب القربة حقتك بعدين تمشي هنا برضو تبني بيت وبعدين تحط الرادار حيجيك من الجنوب جاكور واحد جاكور بس ما بسيط تقدر في مكان عالي تقتلوا بالراحة وتأخذ الرادار بعدين تنزل هنا في الطريق في ممكن أنت تخذ بيتك معاك دائما بيتك في كهوف برضو حوريكم مكانها بعد ما تغليك تيجي المكان الأخير من تحت هنا تحط الرادار يجي فيل إذا ما تقدر تقتل الفيل بعد عنه ترى الفيل يجير له زي البق كده ويمشي ويرجع غلقت الثلاث الرادارات خاصة انتهت المهمة تنزل زي ما قلنا هنا بالخشب وتروح للطيارة وبكذا انتهت المهمة خلينا أوريكم الكهوف خلينا أوريكم الكهوف الكهوف اللي هنا موجودة في اللعبة إذا تبقوا تخشوا فيها بعدين يعني شوفوا هذا الكهوف عندك كهف هنا ممكن تبني فيه أنا ما أنصح الكهوف هذا الكهف أنا ورادارز قاعدنا فيه أظن يا هذا الكهف يا هذا الكهف نحن نفرجعه هنا غلقنا من هنا وبعدين خرجنا وانتهت المرحلة بس كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر